اللهي أنا بتوقع بالنسبة للصراع السوداني يعني الصراع بالسوداني يستمر حتى يتكشف ما يجري في أوكرانيا حقيقة الصراع السوداني مادام أمريكا تريد تأجيجه سيبقى مؤجج وهؤلاء الأطراف لاحظة حضرتك شغلة راحضي نقطة مهمة جدا كثير أنه ببداية الصراع بداية اصعدتت أمريكا بفرض عقوبات اليوم فرضت عقوبات أمريكا حقيقة على مسؤولين سودانيين لكن عقوبات على السحياء يعني بمعنى أنه لا تنهي الصراع هي عبارة عن إدارة صراع اليوم أمريكا تقوم بالسودان بإدارة صراع المستقبل القادم هو قاتم المستقبل القادم بالنسبة لشمال أفريقيا وإفريقيا حقيقة هو قاتم لأنه لا يراد لهذه المنطقة أن تهدأ والقادم أنا أتخوف من أنه القادم في مصر أنا أتخوف ما بعد السودان هي مصر حقيقة طبعا وكمان ودي أقول شي واحد أصلا أنا من كونك تعاني لهذه الخلاف بنظرة بعيدة المستهب الوحيد والرئيس هو مصر يعني تدمر دولة كمصر تدمرها أفضل حدوديا أول شيء قبل ما تدخيلها في صراع قبلي أو صراع جوال بلد بنفسها يعني أسل سودان لو تدمرت وتفكك لدول دوليات مختلفة هذا شكل تهديد كبير للمصر من ناحية الجنوب عشان أصلا سودان يعتبر الحامل الوحيد لمصر من وراء يعرفتها؟ يعني هو عبارة ديل حيطة لمصر يعني لو سودان تدمر وتذاعزة مصر سيحصل لا نفس الشيء وممكن يكون أسواق كمان يعني من ناحية الخلافات بين مصر وإسرائيل وأمريكا والدول هذه يعني طيب شكرا لكم معي معي ضيف جديد سيد وافي يسعد مسعك عليكم السلام عليكم الكلام أهلا وسعلا الحمد لله أنا أولا حيب أسلم عن ضيوفي على الكرام المعاكم الاثنين لكن الصراع في السودان الآن يعني ان شاء الله أنا ببشر الناس هو ماشا لنهاياته يعني ما نتوقع أن الصراع يستمر أكتر من شهر لقدام بإذن الله رغم أنه السودان حكوم محتاج سنين وسنين عشان نرجع للحيطة اللي هو كان فيها بش مش عشان نمشي لقدام للمكان اللي كان هو بس فيها فهي تأثر هتأثر طبعا اقتصاديا وحتأثر لأن البنية التحتية يعني بنسبة مية في المية هي انتهت ولكن بس عايزة طمين الناس في ان شاء الله بإذن الله القوات المسلحة لها أكتر من سبع أيام هي ماشا كويت السبب بتاع العقوبات الأمريكية على هي عقوبات السنكات مفروضة يعني من زمان واتشالت لها كم أقل من سنة والآن رجع الثاني هي العقوبات اللي على خيات الدفاع اللي هي القيادة العامة التصنيع الحربي بنسمعنا التصنيع الحربي وهو التصنيع الحربي الآن ما محتاج شيء من أمريكا يعني نحن التصنيع الحربي في السودان الآن متطور جدا وبالعكس يعني ده حد فرصة للناس إنها تلجأ للمعسكر الروسي وللي أمريكا هي ما كانت حباها يعني أمريكا كانت عايزة إنه لنه يكون ما هي لا هي لكن الآن بالأغبار بتاعات ذي الآن اليوم طلع قرار من القوات المسلحة إنها وقفت استمغى العربي تصديره لأمريكا ولفرنسا وللإمارات سيد وافي إذا ممكن أسألك يعني اليوم قوات الدعم السريع تتهم الجيش السوداني بقصف سوق شعبي في الخرطوم يعني وإيقاع ثمانة عشر يعني ضحية إثر هذا القصف ماذا عن هذا من المدنيين السوق الشعبي في الخرطوم أي سوداني الآن موجود هنا يكلمك الآن وأنا يعني من قلب الحدس بقول لك السوق الشعبي في الخرطوم مثل قياءة الدعم السريع نهب السوق وحرقوه لأكتر من شهر أكتر من ثلاثة سابيع الآن هو أصلا السوق محروق وأصلا اتنهب تماماً كل المحلات الفسوق الشعبي اتنهبت هم الآن بحاول يستحطفوا الشعب بحاول يستحطفوا لأن الشعب الآن يعني ما أريد أن أقول لك بنسبة 100% لكن بنسبة 85% الآن الشعب يواقف مع الجيش لأنه يعني الدعم السريع اللي عمله مع المواطنين في بيوتهم في أعراضهم في ممتلكاتهم وما أظن إنه الدعم السريع تاني واحد يقدر يعني يقف معه إلا واحد عنده فائدة شخصية مع الدعم السريع ولكن 85% من المواطنين الآن هم خلف القوات المسلحة والآن في بعض المواطنين وبعض القرى الآن قال هم كانوا زمان كانوا بينسموها غيات الدفاع الشعب الآن نزلوا مع القوات المسلحة مش نزلوا عشان هم أحبهم لا والله قهرا نزلوا منهم مخورين يعني تبت خيلوا واحد يقعد في بيته يطروه من بيته ويسرقوا ممتلكات ويسرقوا سيارته اختصبوا بنات يعني الدعم السريع العمل في السودان ما أظن يعني هذا العمل الثاني فالدعم السريع يعني يعني هي أسوأ حاجة إحنا ورسناها من النظام السابق بتاع عمار البشير سيد وافي يعني تتم هذه الانتهاكات بذريعة ماذا؟ يعني يمارسون الانتهاكات بحق المدنيين واغتصاب الفتيات يعني كما تتحدث بذريعة ماذا؟ هل يتم أيضا توثيق هذه الانتهاكات من قبل يعني شخصية مصور عليهم وهم بيكسروا في البنوك وبيأخذوا الفلس ساعاتهم من داخل البنوك كل الانتهاكات هذه موجودة الآن الدعم السريع ما صدقيني ما عنده أي قاعدة شعبية في السودان نهائي اللهم إلا يعني شزم كده الهم عندهم فايدة شخصية مع الدعم السريع الدعم السريع رجعنا مئة سنة الوراء احنا رجعنا مئة سنة الوراء بسبب الدعم السريع وفيه فيديو مبارح نزالته واحد القنوات بتوضح انه بالاغمارة الصناعية انه البدى الدرب الدعم السريع بهجومه على القيادة العام وبيت البرهان والمطار ما زي المقول بتاعت حمد دي ماذا؟